اشتركوا في القناة ربي غني كريم هذه الواقعة التي صدر فيها هذا الكلام واقعة جميلة سليمان عليه السلام حينما وقع إليه كتاب بلقيس ملكة اليمن أمر أن يؤتى بعرشها من اليمن وقال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين عرض عليه عرض من بعض الجن الموجودين أنه سأتيك بعرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم يا سليمان يا نبي الله من مقامك تجده أمامك هذا العرش ولعل هذا يطول شيئا من الوقت لأن مقام سليمان عليه السلام جلسة سليمان لعلها كانت تأخذ شيئا من الوقت نصف ساعة ساعة أقل أكثر وهذا بلا شك شيء معجز هذا عرض كبير ليس بالقليل ليس بالهيئ إلا أن عرضا أقوى من ذلك وأنفذ عرض من قبل آصف بن برخيا وهو عالم أوتي حرفا واحدا من الإسم الأعظم شيئا من علم الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك العرض هذا عرض فاق عرض الجن وهذه القدرة فاقت قدرة الجن بأضعاف مضاعفة قبل أن يرتد هذا الطرف هذه العين قبل أن ترمش تراه أمامك فلما رأاه مستقرا عنده سليمان عليه السلام نظر وإذا بالعرش أمامه قال هذا من فضل ربي لاحظوا الإنسان في قمة شعوره بالقدرة والسطوة سليمان عليه السلام سخر له الريح وسخر له الجن وتعلم منطق الطير وكان يعرف منطق الحيوان وسخر له من سخر من العلماء ممن كان عنده علم الكتاب وغيرهم هذه القدرة الفائقة التي حواها سليمان وقمة هذه القدرة إذ يجد عرش ملكة عظيمة في ذلك الزمن وهي ملكة اليمن أمامه في قمة هذا الشعور بالانتصار وبالقدرة تجد سليمان النبي يطلق هذه العبارة الجميلة هذا من فضل ربي ليبلوني ليمتحنني أأشكر أم أكفر امتحان حقيقة عسير كلنا يمر بهذا الامتحان كل منا في هذه الحياة سيشعر في يوم من الأيام أنه انتصر أنه حصل على ما يريد أنه حصل على شيء كان يتمناه ما الشعور حين تلك اللحظة ما الكلمة التي تخرج من أفواهنا في تلك اللحظة التي تناسب هذا المقام لنتعلم من منطق سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر امتحان واختبار الله تبارك وتعالى كما يمتحد الإنسان بالبلاء يمتحنه أيضا بالنعمة الشكر إذن من أعمدة شخصية المؤمن من الأعمدة التي تقوم شخصية المؤمن أن يكون شاكرا والله تبارك وتعالى جعل للشكر مردودا عظيما وثوابا سريعا يقول في آية أخرى لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدْ الشكر لله تبارك وتعالى على النعم مدعاة لزيادة تلك النعم ولدوامها بلا شك وأما الكفر بتلك النعم والتنكر لنعم الله تبارك وتعالى بلا شك سيكون سببا لزوالها وعدم زيادتها بل زوالها ونمحائها تماما من حياة الإنسان الشكر ما معنى؟ نريد أن نضع أيدينا على معنى بسيط للشكر نشعر به جميعا الكل يشعر به ما معنى أن تشكر شخصا أزدى إليك معروفا شكر النعمة أولا أن تعرف أنها نعمة معرفة النعمة وإلا إذا كان الإنسان غافلا لا يعلم أن ما فيه هو نعمة بلا شك لا يؤدي ذلك إلى شكر الآخرين معرفة النعمة هي أول مراحل الشكر وأساس الشكر أن يعرف الإنسان أنه في نعمة وهذا ما ينبغي أن نلتفت إليه يا إخوة الإخوة والأخوات الكرام لنلتفت جميعا أن الإنسان يعيش نعما كثيرة هو غافل عنها ولا يلتفت إليها وهذا هو الذي يجعل الإنسان كفورا ويجعله غافلا عن نعم الله تبارك وتعالى وعن شكرها من أهم الأمور التي ينبغي أن ننطلق منها إلى الشكر هو أن نعرف النعم وهذا مما يحصل ويتحقق بالتفكر لماذا ورد في الروايات الكثيرة أن تفكر ساعة خير من عبادتي سبعين سنة لماذا مما ينتج التفكر مما من ثمرات التفكر الطيبة هي أن يضع الإنسان يده على نعم الله تبارك وتعالى ويحسها عيانا ويشعر بها ويعرفها في حياته أما الذي لا يفكر لا يقف بينه وبين نفسه يفكر منذ أن ولدت إلى الآن منذ أن شعرت ووعيت على هذه الحياة إلى الآن ما الذي أعطاني رب العالمين كم من بلاء دفع عني كم من منزلة أعطاني ولم أستحقها كنت جاهلا فعلمني وكنت فقيرا فأغناني وكنت وحيدا فكثرني وكنت غريبا فآنسني إلى آخره من النعم التي لا تحصى ولا تعد التفكر هو الذي يفتح أمامنا هذه الأبواب أبواب المعرفة بنعم الله تبارك وتعالى إذن لا بد لنا أن نسعى إلى هذه المعرفة أن نعرف دائما أننا في نعمة أن نتعرف على تلك النعمة إذا عرف الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى تعرف عليها حينئذ هذا سيدعوه إلى ماذا إلى الاعتراف بها معرفة النعمة شيء والاعتراف بها والاعتراف بالفضل لصاحبها شيء آخر هذا أمر آخر وإلا كثير من الناس يعرف أن فلان متفضل عليه وأنه هذه نعمة من فلان إلا أنه لا يعترف لفلان بفضل كثير من الناس يعلم أن الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل عليه هو صاحب النعمة عليه ليلا ونهارا هو الذي يكلأنا بالليل والنهار ومع ذلك لا يعترف بذلك كما أنكر قارون هذه الحقيقة إنما أوتيته على علم عندي هذا الذي أوتيته من مال وقدرة هذا إنما أوتيته لأنني أنا عندي قدرة وعندي علم وعندي كفاءة نسي الله تبارك وتعالى ولم يعترف لله تبارك وتعالى بهذا الفضل بعد إذن بعد المعرفة بالنعمة وبعد الشعور بالنعمة وبعد التحقق من النعمة ووجودها الإنسان ينبغي أن يعترف لصاحب النعمة بأنه هو صاحبها وهو المنعم بها وهو المتفضل بها على الإنسان هذه مرحلة أخرى المرحلة الأخيرة من الشكر هي عملية إنشائية أي أن الإنسان يبدأ يحاول أن يظهر ذلك الشعور عنده يعني شعور الإنسان بمعرفة النعمة وشعور الإنسان باعترافه بأنه فلان هو صاحب النعمة الله عز وجل هو صاحب النعمة هذا ينبغي أن ينشئه الإنسان يظهره الإنسان الإنسان تارة يظهر ذلك بخلجات قلبه تارة يناجي ربه بقلبه فقط وهذا لا بأس به هذا جيد شكر قلبي أن دائما للإنسان في قلبه يشكر ربه يشعر بالمنة يشعر بالشكر والإمتنان ويظهر ذلك في مناجات روحية بينه وبين ربه وأخرى يظهرها بلسانه وهذا أيضا جيد جدا وهذا مطلوب وهذا مما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وآله ومن أئمة الهدى عليهم السلام ومن الصالحين والعلماء أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل وشكر الله عز وجل بصوت عال الشكر لله عز وجل بصوت عال يسمعه الناس هذا من الأمور المستحبة المحبذة الجيدة التي تدعو الناس وتذكر الناس أيضا إلى الشكر ولذلك حينما يجلس الإمام عليه السلام مع جماعة على سفرة واحدة فيجدهم ساكتون فيقول لهم لما أنتم ساكتون قالوا ما نقول يا ابن رسول الله قالوا قولوا الحمد لله أشكر الله عز وجل بصوت عال على نعمة الله تبارك وتعالى فإذا هذا هو الشكر الذي نسعى إليه أولا أن نعرف النعمة وأنها موجودة الاعتراف بأصل النعمة والمعرفة بأصل النعمة ثم التسليم بهذا الفضل لصاحب الفضل ثم إنشاء الشكر إنشاء الشكر القلبي وما بعده الشكر اللساني طبعا قول الحمد لله أو الشكر لله هذا إذا لم يعكس شكرا قلبيا لا فائدة فيه ولا معنى له اللفظ إنما ينبغي أن يعبر عن معنى فإذا لم يعبر عن معنى وكان مجرد لفظ ومجرد صوت لا معنى له لا يعبر عن واقع في قلب الإنسان بلا شك أن هذا لا يدخل في حديثنا ليس شكرا هذا الشكر الذي يتحقق بالألفاظ هو الذي يقف خلفه شكر القلب وشعور القلب ومعرفة القلب قد يجي بعض الناس يسأل كيف نؤدي شكر الله تبارك وتعالى هذا أمر نعجز عنه ولذلك الإنسان لا يوجد داعي يدخل في هذا الأمر نحن عاجزون على كل حال ولا نستطيع أن نحقق شيئا من الشكر هناك رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام ضاعت له دابة فقال لا إن رد الله علي دابتي لأشكر أن الله عز وجل حق شكره بعد قليل رجعت جيئة بالدابة فنظر الأصحاب إلى الإمام عليه السلام لينظروا وليسمعوا كيف سيشكر الإمام ربه حق شكره يقول الراوي فرفع الإمام الصادق عليه السلام رأسه إلى السماء وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات قال مولاي هذا هو الشكر الذي ذكرته قال نعم إذا عرف الإنسان نعمة فحمد الله تبارك وتعالى عليها فقد أدى حق شكرها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين ولا يجعلنا من الغافلين ويجعلنا من الشاكرين لأنعمه والذاكرين لآلائه وأفضاله ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة